السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في طريقة جديدة لصنع رجل التلج لتزيين شجرة الميلاد طبيعة الحال كانت أفكار وكانت تطبيق على حسب الضوء لكل واحد لذلك نبدو على بركة الله نحتاج كرتين من القطن أو اللواط نحتاج كذلك ثلاث خرزات أو العقيق لون مختلف وجوج لون أسود لإبراز العينين وشارط أحمر وليساق كما كتشوفو نضيروا الليساق في الكورتين دي اللواط أو دي القطن اللواط اللي هو العبوة اللي كتكون في المخدة دي النوم كما كتشوفو كنزي الكرش دي الرجل التلج بالخارز والعقيق ونضير كذلك في الرأس من العقيق الأسود لإبراز العينين نضير شارط في العنق دي الرجل التلج ونحاول نتبته بالليساق تهوه كذلك الورق دي الهدايا أو أي قطعة دي القومة عندي في الدار ونلصقها في الرأس دي الرجل التلج ونحاول ننصده من فوق بالسيك أو المطاط بالنسبة لي كيفامش المغربية ونقطع ونقطع الشائط من الورق نقطعه زائد بالمقص كما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي بالنسبة لي كما كتشوفو درت له فم والأنف يعني كيبقى على لحظة والدوق دي الكل واحد نتمنى الفكرة دي اليوم تكون نالت لإعجاب ديالكم ما تنسونيش من اللي لايك ومليزابوني من البرتاج وإلى اللقاء في عام الجديد إن شاء الله